بسم الله الرحمن الرحيم مع كنزا عظيم من كنوز السنة لعنم أكثر الناس الفضل العظيم لقراءة سورة النبأ روى الإمام الثعلبي في كتابه الكشف والبيان والإمام الواحدي في كتابه الوسيط والإمام الزمخشري في كتابه الكشاف وابن الأحدف وابن الأحنف اليمن في كتابه البستان في إعراب مشكلات القرآن من حديث أبي بن كعب رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ عما يتساءلون سقاه الله من برد شراب سقاه الله من برد شراب الجنة يوم القيامة أو سقاه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من سقاه الله من برد الشراب يوم القيامة هناك حديث أعظم من كده رؤية أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ عما يتساءلون حشرة حشرة بين جبريل وميكائيل آمنا يعني حشرة يوم القيامة بين آمنا بين ميكائيل وجبريل تصور لما تحشر يوم القيامة مع عظام الملائكة جبريل وميكائيل يريد أن نحتسب هذا الأجر ونقرأ صورة النبي عما يتساءلون ففضل عظيم ومعرفة السواب والأجر عند موقعة العمل يكون له فضل عظيم فتسقى من برد الشراب في الجنة ومن القيامة وتحشر مع ميكائيل أو تحشر بين ميكائيل وجبريل فلا أكتب لكم الحديث ذات في الوصف ونسخوا هذا الكلام ونشوفه ونشر هذا الأمي في طواب نظيم أقول له قول لهذا استغفر الله لي ولكم ترجمة نانسي قنقر